النبتة مش عايزين كل حاجة منصوصة مش عايزين ناموذج للتفسير السلف كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعملوا نمازج للتفسير واخد بالك ازاي؟ كانوا بيعملوا نمازج للتفسير فنجد الإمام الشافعي وهو يفهم الأحكام وهو بعيدا عن التصوف وعن كذا إلى آخره يتصور معنى الحدث يعني ايه ان انا لما انقض الوضوء يحصل الحدث والحدث ده بيخليني امتنع عن الصلاة بيخليني مادمت انا علي حدث ممتنع عن الطواف بيخليني ان انا ممتنع عن قراءة المصحف او لمس المصحف او حاجات زي كده حمل المصحف وازاي لما اكون جنب بيضاف الى هذا موانع اخرى واخد بالك ازاي من ضمنها المكث في المسجد واذا كان هناك جنابة من نوع الحد والنفاس عند المرأة فبيضاف الى هذا انها ما بتصومش مش ما بتصليش وما بتطفش بس دي ما بتصومش كمان وانها لا تمكن زوجها منها الله ده زيادة فرح مسمي ده الحدث الاصغر وده الحدث الاوسط وده الحدث الاكبر باعتباري ما منعه هو النبي سمهم كده لا ما سمهمش كده هو النبي قال اكبر واصغر وقته لا ما عملش كده وما ليه اللي بيعملوا الشفع ده نموذج تفسيري علشان يفسر الدين ثم قلنا له يعني ايه حدث يا فضيلة الامام فقال امر اعتباري قائم بالاعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص بترو ده جايبه منين ده تخيل الشفعي ان الواحد ده ما ينقض وضوءه وفي حاجة خضرة كده لون هاخضر مثلا يعني اي لون خلينا اخضر بقت في الوش والايدين والراس والرجلين فلما حضرك بتتوضى الحاجة الخضرة دي بتزوب وبتمشي مع النايم طب ولما كون جنوب قال يبقى سود بس جسمك كله فلما تنزل تحت الدش تستحمى اللي سود ده بيزول جايب الكلام ده منين في السنة ده لا ده نموذك تفسيري وعليه بنى احكام والاحكام دي اصبحت من الشريعة انك زنويت الوضوء وحطت ايدك في المية اللي قدامك وكانت محدودة فالأخضر ده ينزل فيها ولذلك تبقى مأمس تعمل فما ينفعش تستعمله تاني وده كان الكلام ده موجود في الكتاب والسنة قال لا ولذلك لما نيجي نعرض الكلام ده على النابتة يعني ساعات يقبلوه لانه من الامام الشافعي وساعات يرفضوه طب وهيؤدي هذا الى ايه؟ الى ضياء احكام الدين الى انه احكام الدين اللي عندنا اللي فاهمينها بوعي وبعمق هتبقى السبهلاء اي واحد يقول اي حاجة وده ينتج منه ايه؟ هينتج منه خروج ناس هتنكر هذا الفقه كله فيبقى ايه؟ فيبقى كل واحد ليه رأيه وكل واحد مش عارف يقرأ حتى الفتحة بيفتي في دين الله فتحدث الفوضى وتسال الدماغ في الطرقات ونقول الله هي الدماغ جاي منين؟ ده احنا مش متطرفين لا احنا مغفلين كده اللي هيمكر النمازج التفسيرية هيقى مغفل والنمازج التفسيرية كما انها موجودة في الاحكام الشرعية كما شرحنا وفيه الاف بقى نموذج تفسيري وهو ده اللي بنيت عليه فقه المذاهب موجودة ايضا في مجال العقيدة وموجودة ايضا في مجال التصوف ترجمة نانسي قنقر